اشكالية التربية على القيم ليس صدفة أن يعطي مجلسنا الأسبقية في انشغالاته لتنمية القيم الفضلة في الممارسات اليومية للأجيال المتعلمة وذلك لعدة اعتبارات أهمها أولا الضرورة القصوى لتملك منظومة القيم التي وضعها دستور 2011 في مبادرة غير مسبوقة والتي عرفها بدقة ووضوح والضرورة القصوى للعمل على ترسيخها في أذهاني وتصوراتي وتصرفاتي وسلوك الأفراد والجماعات والمؤسسات ثانيا التأكيد على الدور المركزي الذي لا محيد منه الموكول للمدرسة في القيام الأمثلي في القيام الأمثلي بإحدى وظائفها الجوهرية المتمثلة في التنشئة الاجتماعية المبكرة للمتعلمات والمتعلمين وفي تربيتهم على القيم في تكامل مع باقي التنظيمات والفعاليات للدولة والمجتمع ولا سيما الأسرة والهيئات السياسية والنقابية والجمعيات المدنية والحقوقية والمؤسسات الثقافية مع التأكيد على الدور المتزايد لوسائل الإعلام في هذا الشأن ثالثا الأهمية الحاسمة لتضافر جهود الجميع ولا سيما المؤسسات التربوية من أجل التصدي الحازم للسلوكات اللامدنية المدرة بالفرض وبالجماعة التي ما فتأت تتنامى في بعض فضاءات المجتمع وداخل مؤسسات التربية والتكوين بجميع مستوياتها من قبيل عدم الانضباط وعدم احترام مهام المسؤولين وعدم احترام الآخر والغش والعنف والتحرش والإدرار بالملك العام والإدرار بالبيع رابعا الحاجة الملحة لبلادنا في هذه المحطة التاريخية إلى تكوين المواطن الواعي القادر على الموازن بين حقوقه وواجباته المتشبت بهويته المتعددة الروافد وبتاريخه وحضارته ووطنه الملتزم بمسؤولياته تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه المدرك لمكانته ودوره في المجتمع المحترم للآخر وللحق في الاختلاف المنفتح على العصر وعلى الكون هذه الاعتبارات وغيرها هي التي تتأسس عليها التوصيات التي يقترحها تقرير المجلس الذي سنعرض عليكم محاوره ومضامنه الأساسية بعد قليل